السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى ونكراته مستر بونتك. انا اسف على اي حاجة بس انهاردة لاني مش هشرح للأسف هتكلم عن استراتيجية الاستراتيجية الخارقة اللي انا كنت شرحتها قبل كده. فانزروني بس على الاستراتيجية دي ان انا يعاني هضيع وقتكو في استراتيجية كنت شرحتها قبل كده. ولكن انا هشرح فيها حاجات مهمة جدا وحاجات ضررية جدا انت لازم تعرفوها. اولا اه خشوا على الفيديو بتاع الاستراتيجية خارقة لو انت ما شفتوش قبل كده عشان تعرف ايه مميزاتها وايه اللي انت تريد تعملو بها. تاني حاجة احنا نستخدم النهاردة او هنحل بعض المشاكل لبعض الناس. بعد وحلينا مشكلة استحبه وقفل اكاونتات في بعض الناس. بعض الناس اكاونتات قفلت وما بيجي اسحابه وبيجي لهم رسالة زي اللي تشايفها قدامك ديان. فالمشكلة دي انقابلت كتير من الناس وحلناها في الفيديو ده ان. فلو لسه بتواجهك المشكلة دي حاول تجي تشوف الفيديو ده ان عشان تقدر تحلها. تمام? ومع ذلك هنحلها برضو في الفيديو اللي انت بتشوفه حالا ده. تمام? هنستخدم النهاردة او هنحل برضو بعض مشاكل الناس اللي هي كان في مشكلة الناس قابلتها ان هي مش عارفين يعمل روت للجهاز. وفي الناس برضو قابلتها مشكلة ان هو التليفون وبايز. وفي ناس خايفة على التليفون بتاعها ومش قادرة تسيبه خمس او ست ساعات او عشر ساعات يفضل شغال يعمل للستراتيجية. فخايف على التليفون ممكن يتحرق البطارية تمفجر او يحصل له حاجة او المعالج يحصل له حاجة او الرام طبوز. ناس كتير خافت من الموضوع ده فانا جبت لك حل بسيط جدا وحل سهل جدا. هو تطبيق او برنامج نوكس بلاير. اه برنامج نوكس بلاير هو هيفيدك بشكل كبير جدا في اكتر من الحاجة. اولا هو مشكلته ان في ناس كتير بيقول عليه انه تقيل شوية. لا البرنامج عمره ما كان تقيل لكن انت بس اعمل اعدادات اللي انا هعملها دلوقتي. وهنتكلم دلوقتي على مميزات البرنامج. اولا بعد ما اناعمل اعدادات هتضطر على الدايرة ديا. هتلاقي كده الاعداد دي هتعمل دي هتلاقي روت ستارت اوب ديسابل هتعملها انابل. تمام? خليكم بس تركزوا معايا. هتعمل دي انابل وتسيب كل حاجة زي ماية. بعدك هتخش على تمام? وتعملها هتلاقيها على تعملها تمام? ما تغيرش اي حاجة في دول. هتعملها بعد كده هتلاقي دي بالشكل ده. هتعملها وتعملها روماية تمانين في طنوية. بعدك هتعمل ما لكش ادعو اي حاجة تانية. تمام? اه هتخلص العداد دي كلها هتلاقي عمل معك. هيطلب انك ان نتعمل لبرنامج. هيعمل الواحده. هتلاقيه فتح معك بالشكل ده. تمام? مميزات البرنامج ايه? مميزات البرنامج انك تقدر اولا انت معك دلوقتي. في لو هنعمل مقارنة في ما كنتش تقدر تشتغل على من وانا قلت ابلي كده في حلقة في الحلقة بتاقت الاستراتيجية الخارقة تقريبا. تمام? فما كنتش تقدر اه تشتغل على البرنامج دوا اللي هو بتاع من على اما هنا تقدر تشتغل عليه بكل سهولة وكل بساطة اكد انك اهل على بالزبط. تمام? زي الميزة التانية ان انت الوقتي قاعد على كمبيوتر يعني تقدر تصيبه عشر عشر ساعة طول ما انت قاعد على كمبيوتر ممكن تقدر تصيبه مش هيأثر معك في اي حاجة ولا هياخد من اه اي حاجة ولا فرامي الجهاز ولا اي حاجة بتقلقش يعني. التالت حاجة هي المميزة الاخيرة وهي افضل ميزة المالتي درايف. المالتي درايف دي انت بتحلك انك تقدر تشغل اكتر من تطبيق او اكتر من برنامج في وقت واحد. تقدر تشغل اكتر من نسخة. لكن دي بتشتغل على حسب قوة جهازك. انا مسلا جهازي اربعان جرام والمعالج اي سري فانت فانا اقدر اشغل مسلا اربعة او خمس نسخ. انت مسلا اي فايف او رامات تمانية او رامات ستاشر او رامات ستة. فانت ممكن تشتغل اكتر من كده يعني خمستاشر او عشر نسخ. تمام? اه فيعني بلاش على حوار رامة اتنين جيجا انك تشغل اكتر من النسخة يا ريت يعني عشان ما هنجلتش الجهاز. تمام? فانت هنا هتغلط بس بالشكل ده وهيبدأ معك نسخة تانية. ولكن هتبدأ معك بالنسخة بالاعدات اللي هي الاعدات الضعيفة الاعدات الاولانية خالف. فانت هتغلط هنا عشان تعمل الادات لكن سيبه لحد ما هيفتح. بعد كده تغلط هنا وتعمل نفس الادات عشان تبقى وهتعمل طبع عشان تبقى شبه دي. انا اسف انها بتكلم بسرعة ولكن انا بحتاج بسرعة في دي عشان ما نطولش مع بعض. تمام? يبقى اه زي ما قلنا هتستخدم دي هتعرف ايه مميزاتها وترجع معايا تتابع الشرح ده بالتفصيل. تمام? ديا هي مش مش حاجة زيادة ولكن انا بس هسهلك الخارقة بحيث ان انا هي مفيدة جدا وهتري تستخدمها في اكتر من الحاجة. انا الصراحة الايام دي بستخدمها في اكتر من الحاجة. تمام? تمام. وهنطبق مع بعض عشان نعرف ازاي هنستفيد منها. تمام? لحد بقى نفتح التطبيق ده جمان شايف بيفتح معاك اهو بالاول خالص. تمام? هتضغط هنا على الاعداد ديا. نعملها مع بعض. وهتلاقي دي تعملها تمام? وتخش على ودي هتعملها هتلاقيها يبقى هي لو هتعملها لو المهم. هنا موبايل فون هتعملها دي عشان ما يستخدمش كتير من الريزيليوشن متى الشاشة. وتعمل هيطلب منك هتعمل الريستارت ناو. هيبدأ ايام الريستارت مع نفسه وهيرجع تاني. تمام? خلينا بس نتكلم عن بعض المشاكل اللي هتوجهنا في التطبيق ده. او مش المشاكل هي بعض الحاجات اللي احنا عايزين نستخدمها مع بعض والحاجات اللي احنا هنفهمها مع بعض. اللي احنا محتاجينه. دلوقتي كمان احنا عندنا طرقتين. الطرقية الاولانية هي والطرقية التانية هي. طرقية ان انت من تعمل بالطرقية العادية اللي انت ممكن تعمل عليها من على الموبايل بالطرقية العادية وبرده مش هتستهلك كتير او من الموبايل. ولكن طرقية اليدوية اقصد تعمل وتحط الرابط بتاع وبوب وين وهتربح منه بشكل كبير جدا وهتسحب منه وتقلقش. طيب دي اول حاجة. طيب دي مميزاتها ايه? طرقية دي مميزاتها انها سريعة في الربح. تاني حاجة سي بي ام اعلى. حتستغرب من سي بي ام اعلى. ولكن للأسف هو سي بي ام اعلى. والتالت حاجة تالت حاجة هي محتاجة جهد. تمام? انهي طبعا مش مميزات دي معيوبها انها محتاجة جهد. طيب. التاريل الدين. انت قلت لطرقية قطarteين? مطرق titles تاريل الدين. التاريل الدين انه كتستخدم نقسم نики بلاير نفسه. ازاي استخدم انك تستخدم وتاخد الرابط وتحطه بالطرقية العادي انت تشغل ده اللي هو هو يعمل ويخش على الرابط هو الواحده. طيب انت بتقول السي ب ام اقل. طيب ليه? ده 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 من الولايات المتحدة الامريكية. ازاي السي ب ام يبقى اقل. انا هقول لك. السي ب ام الولايات المتحدة الامريكية للأسف هو سبعين سنت في بوب وين. وسي ب ام لان الالكس تيرفنج من اكتر من مكان. فالسي ب ام بتاعه الكلي اللي انا اتكلمت عليه في اكتر من حلقة. السي ب ام الكل بتاعه هو دولار وعشرين سنت. فالاسف انت هتطر تستخدم يا اما اما هما دول الطريقتين اللي عندك. سيب ام اعلى وسريع لكن بحتاج جهد. هو بطيء وسيب ام اقل ولكن بدون اي جهد. فانت ممكن تسيب. اللي هو اه قبل بقى اتنام تسيبه شغال على اللابتوب او شغال على الكمبيوتر. يا ريت يعني لو كمبيوتر يبقى افضل. سيبه شغاله وتنام وتتصحى. تلاقيه جاب لك فلوس كويسة. تمام? اتمنى لكم بس فهمتم النقطة دي. زي انت هنا في في اوليات بعض الاوليات كده في اللي انت ممكن تستخدمه. انك ممكن تعمل اكتر من نسخة من زي ما انا عرفتكم بالطريقة دي. تقدر تعمل اكتر من نسخة. تمام? وده هيفيدك طبعا بشكل كبير جدا في انك هتضاعف ارباحك في فزي ما قلت لك الطريقة هي واضحة وسهلة جدا. فانا هجرد معكم الطريقة بتاعت اللي هي الطريقة بتاعت عشان نجربها كده مع بعض ونعرفها مع بعضي بتعمل ازاي? تمام اول حاجة نفتح هنا على طول على فاكرة اه للعين ما انا عملت اكاونت جديد لان زي ما انت روك اكاونت يتقفل زي ما انت شايفيا لسه طبعا مستغلش فيه ولكن مبارح انا جربت الاستراتيجية بتاعت اللي هي بتاعت عشان انا جربها كده مع بعض نشوف هتشتغل ولا. تمام? هنخش هنا اه طبعا انا كنت شرحت بالتفصيل يعني الموقع ده بالتفصيل هنخش عن بغير على طول مباشرة تعمل جنرية كود. تنزل تحت خالص تاخد الكود ده. تمام? انت خد كوبي وتعمل زي ازينا وتفتح كمام شباب لحد دلوقتي خليكو معايا. وهتعمل هنا بالشكل ده وتعمل تضغط على الكلمة دي هيزهر لك الرابط المختصر بالشكل ده كده. زي ما اتكلامنا عموزة اتكلمنا عنها ان هي اه من افضل المواقع اتصار رابط ان هي بحيس انها بتقطع الرابط بحيس انه بيكون اقصد فبحيس ان ما حدش يعرف يمسك المصدر الزيارة بالزبط. تمام? هنرجع تاني هنا مرة تانية على اللي احنا عاملينه قبل كده. هنشتغل على طول مباشرة كده من لكن قبل ما تعمل اي حاجة تضغط على تمام? فتح معاك بالشكل ده. هتضغط على وتاخد ده كده. تضغط عليه ضغطة مطولة بالماوس تعمله كت. تمام? انا هقولك ليه بعد كده. تمام. اه هتغطى من هنا على العلامة دي. مباشرة بفن. ثم اب انفو. هيفتح معاك دي. تعمل للداتا. ترجع هنا مرة تانية. ثم تخش على بفن مرة تانية. هتلاقي جاب لك الوجه العادية بتاعته. نيكست نيكست نيكست. وصم موبايل سايت. تضغط هنا ضغطة. ثم ضغطة مطولة. ثم بيست. ثم تضغط انتر. افتح معاك الاعلان عادي جدا. تمام? هنا هتضغط رومايند مي ليتر. انت هل هتضغط تمام? بالشكل ده كده الاعلان يعتبر زهر. هتضغط هنا على العلامة دي. بعد كده ترجع هنا تعمل نجرب. تمام شايفين? بيعمل كل حاجة لوحده. عشان بس الناس اللي كانت زعلان انا قلت الروت في الاخر وكده. فآآ انا اسف يعني بعد زيل الناس دي. الوقت يعمل اللي واحده. زي ما انت شايف. تمام. دلوقتي زي ما انت شايفين حصل مشكلة. ايه هي المشكلة ديا? المشكلة دي ان ايه زهرت يعني اقولك الحاجة. طب نجربها تاني تاني. تركزوك معايا. عشان بس انا هحل المشكلة بباشرة عشان ايه? كويس انها زهرت قدامك عشان ما حدش يقول ان هي كانت بايزة. تمام. بباشرة تستنوا استنوها. حلو? موبايل سايت. استنى بقى. استنى رميند مي لاتر. بشكل ده. بتاقي هنا وتعمل باست. انتر. تم حل المشكلة تمام? بس شان ما حدش يقول اي حاجة. تم حل المشكلة. انا عايف طبعا ان انت حبايبي ما حدش فيكو بيقول اي حاجة. طمام? كده انتهى كل حاجة. هتضغط هنا تعمل استوب وتجرب مرة تاني. هينتزر. الشكل اده انتهت. هيعمل واضغط انتر. والاعلان. تمام? كده طبعا اعتقد ان كده الدنيا دي اتزبطت معاكم. يبقى كده انت با عندك حاجة في البيت او حاجة على الكمبيوتر. وممكن تكرر الموضوع ده اكتر من مرة. تمام? ممكن تكرر الموضوع ده اكتر من مرة. اا في نوكس بلاير التاني او التالت والرابع اللي انت ممكن تعملهم. ده ممكن نجيب لك زيارات. ممكن نجيب في اختصار روابط. اه زي ما انت راكمك انا استخدم تان مرح على موقع ونفعات. ولكن اللي هيراف يسحب الموقع ده ممكن ليستخدمه ويبقى افضل. لان السحب بتاعه من ويب ماني وانا شو عارف ازاي استرحب بنسحب من ويب ماني. فانت لو بتاع رفت سحب من ويب ماني او يعني لك علاقة دي او سحبت منها قبل كده او يا ريت تعرفني ازاي ممكن تسحب من عشان الدفعة من خمسة دولار بتاع من تمانية دولار اللي هو الولايات المتاحة تمانية دولار. وعشرة دولار لي من الموبايل واحنا تقريباا قاعدين هنا على موبايل. فاحنا اخد عشرة دولار على كل الف. فممتازة جدا انت هنا ممكن تستنى وتعمل كمان يعني انت ممكن تعمل اللي انت عايزه في تمام فانت ممكن تجربة انت بيرحت كده مع نفسك سايبك يعني انت بيرحتك تقدر تجرب. تمام. يبقى كده من الاول هنا تاخدوا الرابط. هتختصروا هنا. هترجع تعمل الاستراتيجية الخارقة هنا. على الموبايل ده. تمام? عايز تكررها تاني. آسف جدا. عايز تكررها تاني انت ممكن تكررها هنا. عايز تعمل اي حاجة تانية انت ممكن تعملها. عايز تزود ترتيب تقليل ترتيب اللي خاص بيك. تعملها من التطبيق ده. بشكل سهل جدا جدا جدا. ملحوظة اخيرة ومرحوظة مهمة جدا جدا جدا. واسف تن مرة تاني ان انا بقولها في اخر الفيديو. ملحوظة مهمة جدا. لازم لازم تحمل اللي هسيبه لك اسف الفيديو. لازم. تمام? انا هرفعه لك اسف الفيديو انت لازم تحمل ده. مش مهم ده. لكن يعني ده انت ممكن تحمله على جوجل بلاي عادي. لكن بتاع جوجل باي? لغة الخاصية بتاعة الامريكي. تمام? فانت لازم تحمل النسخة اللي هسيبه لك اسف الفيديو. عشان الناس الناس برضو قلتلي ان معتش شغال. لا. بوفن شغال. لغى الخاصية بتاعة او الميزة بتاعة اي بي الامريكي من النسخة بتاعت جوجل بلاي. دي مشكلة كبيرة جدا. تمام? مشكلة كبيرة جدا هو بتوقف شغلنا كله ومن عليها. ولكن انا هعندت لكم النسخة دي اللي كانت معي على الموبايل لاني بوقف الابديت دايما بقدر ما بحيبش عمل لأي تطبيقات. تمام? فلحقت النسخة دي قبل ما تعمل لها الحمد لله واسبت هاسبها لك اسفل الفيديو لازم تحمل النسخة دي. لأي نسخة تانية مش تنفع. تمام? ما تحاولت تتزاكى وتحمل النسخة قديمة? لا النسخة دي بالزبط. تمام? عشان بس كده قلت كل حاجة في الفيديو. تمام يا شوبيب اعتقد الاستراتيجية دي مفيش اسهل منها ولكن انا حبيت بس اسهل عليكم الاستراتيجية الخارقة لانها مهمة جدا واكتر من ناس يعني اكتر من حاجة انت ممكن بفروض هتستخدمه في اكتر من شيء وسهلة جدا وبسيطة. تمام? وحبيت بس اسهلها عن ناس اللي كانت مش عندها وكانت في مشاكل في الروت كبير جدا لبعض الناس. فانا حبيت اسهلها نهائيا كده بحيس ان الناس كلها تقدر تستخدم الاستراتيجية دي وهي قاعدة مستريحة. تمام يا شباب? فاقلت لك في طريقتين طريقة وطريقة نوكس بلاير. ممكن تستخدم اي طريقة من طريقتين ممكن تستخدم طريقتين مع بعض. نحل يستخدم بطول ما انت في عشان كل طعمك ده ما يروحش على الفاضي والايميل يتقفل. تمام? زي ما قلت لك لازم تستخدم الاستراتيجيات دي لازم تستخدمها في اقصى سرعة واقصى اه وقت ممكن يعني في اقل وقت ممكن تكون بتستخدم الاستراتيجيات دي عشان تلحق قبل ما يحصل اي مشكلة في الموقع ويتقفل او الاستراتيجية نفسها ما تتقفل. زي ما انت عارف موقع للاسف بقى نصاب جات لنا يعني اخبارية مؤكدا الموقع بقى نصاب ويه اه يعني زي ما انت شايف قدامك كده الموقع اه ما عادش بيدفع لحد فللاسف انه بقى نصاب فمش مشكلة خالص يعني عادي يا شباب يعني موقع اكيد احنا اصلا اشتغلنا عني كتر قوي فممكن يكون قلب وبقى نصاب وما عادش بيدفع لحد عادي جدا تحصل من اي موقع للاسف يعني. تمام المهم اه موقع بوبوين لسه شغال ولسه مش نصاب ولا اي حاجة موقع بوبوين شغال تمام. فياريت اه لعاجب الفيديو ياريت اغلت لايك لي الفيديو ده وبعتزل مرة تانية ان انا ما شرحتش استراتيجية جديدة ولكن في حد ذاتها اللي انا شرحته ده يعتبر استراتيجية جديدة لانها مهمة جدا. ياريت بس تستخدموها صح. تعام? فكنا معكم بمصدفة ومقرارات مستر مونتك. الفيديو انا عبقى لايك الفيديو وياريت تعمل سبسكراب لي القناة وما انتساش تعمل شير للفيديو. وياريت تبص على القناة اعرف اكتر انها قناة ممتازة جدا ممكن تشوف عليها اكتر من محتوى والصراحة قناة ممتازة جدا وكلنا مستفيد منها. قناة مصدفة ومقرارات مستر مونتك مرة تانية شكرا لك شفت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة